طلابي وطالباتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة في علم النفس الاجتماعي في هذه المحاضرة وبالمناسبة هذه المحاضرات مهمة ومنها حيكون الامتحان وحنوخذ درجات على مدى إحنا قديش نتابع وبنتبع وبنستفيد وبنسمع وبنقرأ هذه المحاضرة اليوم تتكلم عن مناهج البحث في علم النفس الاجتماعي إحنا قبل بشوية تعرفنا على بعض المفاهيم وبعض التعريفات زي ما قلنا لو عرفنا العلم العلم لو أجانا في الامتحان هو السلسلة مترابطة من المفاهيم والقوانين والأطر النظرية التي تنشأ نتيجة التجربة والمشاهدة والمعرفة يعني لا علم يأتي بدون مشاهدة أو معرفة معروف أو تجربة حتى المنهج المنهج هو كل نشاط وجهد منظم يقوم به العلماء بهدف استكشاف أهم الحقائق والمتغيرات ودراسة العلاقات بينها وتفسيرها وتحليلها التأكد من صحتها هذا هو المنهج أو المنهج هو الطريق الذي يأخذ الباحث له حتى يصل إلى النتيجة المنهج العلمي هو إجراء لمجموعة من الخطوات العلمية والعمليات العقلية والتي يقوم بها العالم مشغولا لكشف الحقيقة بأدلة وبراهين منطقية يعني الآن إحنا بنعيش عصر الكورونا كل العلماء في على هذه البسيطة تجندوا لمعرفة كيف يجيبوا علاج لهذا الوباء الآن هم بيستخدموا هل بيستخدموا التنجيم بيستخدموا مثلا التحليل لا بيستخدموا التجارب بيستخدموا منهج علمي ومنهج يعني بيدرسوه بالعقل وصولا للحقيقة والبراهين والنتاج يعني ما بصح يقول إنه اليوم إحنا اكتشفنا علاج لهذا المرض أو لهذا الفيروس ويطلع بكرة غلط لا بدك تسير في ضمن منهج علمي وصولا تعمل تجربة أولى وتجربة ثانية وتجربة ثالثة ولاحظوا إنهم عملوا على عشر تلاف واحد أو عشرين ألف وعملوا على أكثر من بلد حتى يستطيعوا في النهاية الوصول إلى اللي هو الحقيقة بالأدلة والبراهين لاحظوا إنه في عندي منهج علمي وفي بحث علمي البحث العلمي هو عملية منطقية تهدف الوصول إلى اقتراحات وحلول المشاكل محددة أو إجابة على تساؤلات معينة باستخدام أساليب علمية محددة تؤدي إلى معرفة جديدة يعني من خلال المنهج العلمي بيستخدم البحث العلمي البحث العلمي هو عملية فكرية ملظمة يقوم بها شخص يسمى الباحث من أجل تقص الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث يعني باتباع وهذه فيه طرق للبحث العلمي يعني أنت بكرة لما تتخلص دراستك وتكمل ماجستير بدك تتاخذ في طريق دراستك إشي بيسموه البحث العلمي البحث العلمي فيه طريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث بغية الوصول إلى حلول ملائمة أو نتائج صالحة للتعميم على هذه المشكلة ما هي أهمية البحث العلمي في علم النفس؟ أول شيء يؤدي إلى التقدم المعرفة من أجل توفير ظروف أفضل لبقاء الإنسان ورفايته يعني بدون بحث علمي البشرية تفنى العرب مقصرين في البحث العلمي الأجانب متفوقين في البحث كل يوم بيكتشفوا كل يوم بيخترعوا بروحوا للقمر بروحوا لما بعد القمر بيكتشفوا علاج الأمراض وهكذا لذلك مهم البحث العلمي إحنا العرب نولي البحث العلم أهمية ولكن قليلة جدا لا تذكر التعرف على طرق جديدة في معالجة مشكلة ما كمان إحياء بعض المواضيع القديمة وتحقيقها تحقيقا علميا لا تشوفوا شائبة تشاف حقائق لم يسبق إليها أي بحث من قبل يعني فيه تباري وفيه منافسة بين الباحثين يعني مثلا على كورونا مثلا الصينيين بيعملوا بحث علم الأمريكان الروس البريطانيين الألمان كله بيعمل بحث علمي إلا سبحان الله العرب ما بيعملوا بحث علمي ليش مش عارف فهم جديد الماضي وبحث جديد الحاضر تحقيق منفع علمية نفسية اجتماعية اقتصادية للمجتمع الإنساني وفائدة شخصية يعني مهم البحث العلمي عشان هيك لازم إحنا نركز على البحث العلمي والإنسان لما نخلص ماجستير أو دكتوراه نسميه باحث لسه بدي يبحث كمان حتى يصيره بروفوسور وهكذا الآن المناهج العلمية هل هي عبارة عن منهج واحد في علم النفس ولا أكثر بنقول لا العلماء صنفوا المنهج المستخدم في علم النفس إلى نوعين فيه منهج وصفية إيش المقصود بها يعني منهج ارتباطية ومنهج استكشافية عنا فيه منهج تفسيرية المنهج التفسيرية منهج تجربية وشبه تجربية هذا لما يدرسوا على الظاهرة بيستخدموا هذا المناهج الآن في عنا جدول مقارنة بين مناهج البحث العلمي أول حاجة بنشوف اللي هي المناهج اللي هي التي يقوم الباحث بها في دراسته يعني في عندنا نوعين من هذه المناهج المناهج الاستكشافية والمناهج الارتباطية هي التي يهتم بها الباحث لمعرفة العلاقة بين المتغيرات تحديدها كميا عن طريق معامل الارتباط هذه يسموها المناهج الارتباطية المناهج الاستكشافية هي الإجراءات التي يقوم بها الباحث بقصد استكشاف أهم المتغيرات التي تصاحب ظاهرة معينة أو التي يتوقع أن ترتبط بها إحنا جايبين مثال على الارتباط والاستكشاف مثلا الارتباط معرفة العلاقة بين القلق النفسي والتفوق الدراسي يعني فيه ظاهرة فيه مرتبط شيء مرتبط على شيء معرفة العلاقة بين سوء التغذية والإصاب بالأمراض يعني فيه ارتباط المناهج الاستكشافية تعرف على المشاكل التي يعني منها المدخنين ومدمن المخدرات يعني هنا مش جايب على قرط الباطية لا تعرف على المشاكل التي يعني منها الأطفال الأيتام في عنا كذلك المناهج الأخرى هو المنهج الذي يقوم به إدخال المتغيرات على التعرف المتغير المستقل المتغير التابع المتغيرات هما مجموعتان تجربية هذا يسموها المناهج التجربية والمناهج شبه التجربية هنا يقوم في المنهج التجريبي في عنا في شيء يؤثر وفي شيء يتأثر وللمتغيرات مجموعتان هما المجموعة التجربية والتي تتعرض لمتغيرات والأخرى الضابطة التي لا تتعرض للضابطة يعني لو من نجري تجربة معينة نخضع المجموعتين لهذه التجربة في ناس مثلا زي كورونا مثلا من دقهم إبار وفي ناس من دقهم مش إبار وهكذا بنلاحظ سلوكم تأثيرهم الشبه التجربية اللي هي لاحظ أنه يقوم باختيار مجموعة من الأفراد سلوكم خطأ نتيجة الظروف الاجتماعية أو الوراثية دون تدخل من الباحث يعني بيشوف يعني استكشاف زي يعني بمعنى أنه عندك مدمنين بنقارنهم بمجموعة من الأسوياء غير المدمنين الهدف هنا دراسة العلاقة بين متغيرين على ما هو عليه في الواقع دون التحكم في المتغيرات بسبب الاعتبارات الأخلاقية والدينية هذا المنهج يعني لاحظوا المنهج شبه التجريبي من عيوب أنه لا تتوفر فيه الدقة المنهجية لأنه لا يوفر الضبط التجريبي المقصود للمتغير المستقل يعني ممكن أجيب لك سؤال لماذا يعتبر المنهج شبه التجريبي بأنه غير دقيق لأنه لا تتوفر فيه الدقة المنهجية ابنأت الآن إلى ما بنسميه أدوات البحث العلمي الآن أي باحث علمي لابد أن يكون له أدوات يعني كيف إحنا بدنا نعرف الناس يعني هل نعلم ما في قلوبهم؟ لا في عندنا أول حاجة الاستبانة في عندنا المقابلة في عندنا الملاحظة في عندنا الاختبارات الاستبانة المقصود بالاستبانة أو الاستبيانة زي ما بيقولوا عنها مجموعة من الأسئلة المكتوبة تقوم المستجيب بالإجابة عليها وهي نوعان في عندك مقيدة أو حرة يعني مقيدة يعني نعم أو لا حرة بتكتب اللي بالدكية شو مثلا رأيك في كذا وكذا بتكتب راحتك مقيدة هل توافق على أن الترامب جاء رئيس سيء لأمريكيا أو غير يعني سيء نعم أو لا الحرة تترك الخيار إلى التحدث كما تريد شو هي مميزات الاستبانة؟ من خلالها يمكن جمع معلومات عن عدد كبير من الأشخاص في وقت وجهد قليلين تصلح في البحوث التي تطلب الحصول على بيانات ليسرية يمكن من خلالها جمع البيانات من المستفدين بطريقة فردية أو جماعية استخدامها قد لا يجعل الباحث يعني عرضة لتحييز بعض جامعية البيانات هذه في الاستبانة طب إيش هي عيوبها تحتاج إلى جهد وعناية في إعدادها وصياغتها احتمال سوء فهم بعض الأسئلة لذلك يصعب استخدامها إذا كان المستجبون أميين أو أطفال يعني لما انتج على عيلة وتقولهم عبوا لي هذه الاستبانة وتلاقي فيها أميين وما بيعرف عبوها بتلاقي في حدا بيأثر عليهم احتمال قيام أفراد آخرين غير الفرد المستهدد بالإجابة تعطي المستجيب فرصة من ناقشة الأسئلة عما غيره فيكون عرضة للتأثر بار زي ما قلت قبل شوي لو واحد أمي بده واحد يكتب عنه فبيتأرض لتأثير المتعلم على الأمي في حالة عدم إجبار المستجيب على ذكر اسمي أو الكشف عن شخصيتي لا يمكن الرجوع إليها هذه برضو من عيوب لأنه لا يشترط في كتابة الاستبانة أن يكتب الاسم في بعض الأحيان تطلب الاستبانة عدد كبير من الأسئلة الأمر الذي يؤدي إلى جعلها طويلة ومملة يعني كثير في ناس ينعطيهم استبانات يقول عبوها مثلا فموا بعبوها في الأيام في استبانات إلكترونية في استبانات من خلال التلفون وهكذا المقابلة هي عبارة عن محادثة أو لقاء بين شخصين يبدأها الشخص الذي يجري المقابلة الأهداف معينة زي واحد ما بيعمل مقابلة صحفية مميزات المقابلة تطيح الفرصة لجمع المعلومات بطريقة بشكل كبير وشامل وحقيقي وصادق تصلح للأوساط التي تنتشر فيها الأمية لأنه لما تقعد مع واحد أمي تسمع له كويس تضمن الإجابة على كل الأسئلة تتيح للمستجيب الفرصة للإستفسار من بعض الأمور المتعلقة بالمقابلة تشعر المستجيب بأهميته الاجتماعية طيب شي هو هي عيوب المقابلة المقابلة تتطلب جهداً ووقتاً طويلين وتكاليف كثيرة عندك تروح له على بيته وتركب وتيجي وتسأل تتأثر بعوامل كتوتر المستجيب ومحاولات إرضاء الباحث قد يستدرج الباحث وخاصة المبتدأ إلى مناقشات جانبية يعني ممكن يروح الباحث على بيت بدل ما يجاوبه وسيروا يسألوا يستفسروا معاه عن شغلات كثيرة اللي هي من أدوات البحث للألم الثالثة الملاحظة وهي مشاهدة مقصودة ودقيقة ومنظمة وعميقة لظاهرة الملاحظة يعني بتلاحظ بالعين الأمور التي تجب مراعاة لإنجابية الملاحظة يعني لو قلنا لك لاحظ سلوكه فلان دك تلاحظه إيش دك تسوي؟ أول شيء يحدد موضوع الملاحظة وأهدافه مسبقا شو هؤلاء الموضوع وأهدافه مسبقا أن يشترك أكثر من فرد في عملية الملاحظة طب ليش يشترك أكثر من فرد حتى تكون صادقة لأنه أنت ممكن تميل لهذا الشخص وهو ما يميلش لهذا الشخص أن تسجل الملاحظات عقب حدوثها مباشرة يعني بعد نسجلها ويؤجل تفسير الملاحظات والتعلق عليها أو التعليق عليها إلى ما بعد جمع البيانات ليش نسجلها حتى ما ننساها؟ أن تكون أداة الملاحظة معدة سابقا ومحكمة بعناية آخر شيء من أدوات البحث العلمي اللي هي الاختبار والاختبار هو مجموعة من المثيرات تقدم المستجيب لاستثارة الاستجابات لديه ويعطى عليها درجات عددية وتعتبر مؤشرا للقدر الذي يمتلكه المستجيب من الخاصية التي يقيسها الاختبار وتتعدد الاختبارات يعني زي اختبارات التحصيل يعني قدش الواحد بحصل والأداء والميول والاستعداد العقلي والشخصية أو الذكاء وما إلى ذلك من اختبارات هيك بنكون خلصنا اللي هو ما عرف بأدوات البحث العلمي وبالمناسبة أدوات البحث العلمي مهمة وأنا باعتبرها تيجي في الامتحان لذلك يجب عليكم أن تدرسوها إلى هنا بأنهي هذه المحاضرة اليوم أشكركم لحسن الاستماع وأتمنى لكم التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر